وأمام ارتفاعه هذا درجات الحرارة وفي الوقت الذي يستمتع فيه الأطفال على الشواطئ هناك من الأطفال من يعملوا على كسب الرزق خلال العطلة من بيع سلق على قارعة الطريق لتقطية تكاليف الدراسة من ملبس ومركب والتفاصيل مع وليد كهرارة في طريقنا من سقهراس نحو بلدية الحدادة على الحدود الجزائرية التونسية صادفنا على قارعة الطريق أطفالا في عمر الظهور يعرضون السلق للبيع وبعد حديثنا إليهم اكتشفنا أنهم تلاميذ يجمعون تكاليف دراستهم ببيع السلق هم يقطنون في مشات قريبة من المدينة تنعدم فيها وسائل النقل لذلك يضطرون لجمع نقود تكفل لهم ضمان أجرة نقلهم نحو مدارسهم بسيارات كلونديستان نقل مدرسي كان يقرأ في الزعرورية ذو كدير لهم نقل مدرسي أنا نقرأ في سقهراس بشنافق وكتعرف نجيب مصروف حق اللبس ترونسبور كتعرف يسر من هنا ترونسبور مكان لشن راح وغير في ليفرود ديار هنا هذه هي يوميات تلاميذ المشات القريبة من سقهراس خلال الأطلة فهل ستمد لهم السلطة المحلية آيادها لإتمام دراستهم دون اللجوء لهكذا نشاطات خاصة وأن أغلبهم ينقطعون عن الدراسة قبل إتمام المرحلة الإبتدائية